لماذا تتسبب البيلة في ثقب المحرك؟ عندما تخترق البيلة جدار الأسطوانة البلوك في المحرك، فإنها تتسبب في تلف كبير وغالباً ما تكون نهاية عمر المحرك. هذا الحدث الدرامي هو نتيجة تراكم عدة عوامل، منها التآكل والسخونة الزائدة أو عيوب التصنيع. الأسباب الرئيسية لثقب البيلة نقص التزييت قلة زيت المحرك عندما يكون مستوى الزيت منخفضاً، لا يتم تزييت الأجزاء المتحركة بشكل جيد، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وتآكل أكمام التوصيل. الجزء الذي يربط البيلة بالعمود المرفقي بشكل سريع، عطل في مضخة الزيت. إذا توقف عمل مضخة الزيت، فإن الزيت يتوقف عن الدوران في المحرك، مما يزيد من سوء مشكلة التزييت. زيت، رديء الجودة الزيت غير المناسب أو التالف يفقد قدرته على التزييت والتبريد. ارتفاع درجة حرارة المحرك مشاكل في نظام التبريد انسداد أو تلف نظام التبريد يؤدي إلى ارتفاع حرارة المحرك، مما يضع ضغطاً إضافياً على الأجزاء المتحركة. عمل المحرك بشكل مستمر عند السرعات العالية، يؤدي ذلك إلى توليد حرارة زائدة وتلف الأجزاء. تآكل أكمام التوصيل البلد طبيعي مع مرور الوقت والأميال المقطوعة، تتآكل أكمام التوصيل بشكل طبيعي. وجود شوائب معدنية في الزيت، تسريع هذه الشوائب من تآكل الأكمام. عيوب التصنيع جودة المواد قد تكون البيلة مصنوعة من مادة رديئة الجودة، مما يجعلها عرضة للكسر. أخطاء في التصنيع وجود شقوق أو عيوب أخرى في البيلة يضعفها. العواقب تدمير المحرك يؤدي ثقب البيلة إلى تلف كبير في جدار الاصطوانة، العمود المرفقي وأجزاء أخرى داخل المحرك. خطر الحريق قد يتسبب تسرب الزيت إلى الأجزاء الساخنة في المحرك في نشوب حريق. توقف السيارة بالطبع، لا يمكن تشغيل السيارة بعد حدوث هذا العطل. الوقاية من هذا العطل الصيانة الدورية الالتزام بجدول الصيانة الموصى به من قبل الشركة المصنعة، والذي يشمل تغيير الزيت والفلاتر بانتظام. استخدام زيت عالي الجودة اختيار زيت محرك مناسب لنوع المحرك وظروف التشغيل مراقبة درجة حرارة المحرك عدم الضغط على المحرك بشكل مفرط وتجنب ظروف التشغيل القاسية الاستماع إلى الأصوات الغريبة قد تدل الأصوات غير الطبيعية الصادرة من المحرك على وجود مشكلة. باختصار، ثقب البيلا هو عطل خطير يتطلب إصلاحاً مكلفاً. الوقاية منه تتمثل في الاهتمام بالصيانة الدورية للمحرك واستخدامه بشكل صحيح.